بشكل لافت باتت أنشطة إيران لتخطيط لعملية خارجية أخذ فيها للزياد لا سيما تلك التي تسادف المصالح الأمريكية على وجه التحديد المسؤولون في الداخل الإيراني وكذلك في إيراني يعتقدون أن بإمكانهم القيام بذلك من دون تكبد أي تكلفة تذكر أو من دون دفع الثمن على الإطلاق وبالرغم من خوضهم مفاوضات نووية يفترض أنها حساسة ومصيرية بالنسبة لطهران يواصل المسؤولون الإيرانيون إصدار أوامر الاستهداف لمعرفتهم المسبقة أنهم فوق المسائلة بالنسبة إليهم الفوائد المحتملة لمثل هذه العمليات كبيرة في حين أن تكاليف اكتشاف الطلاعي طهران بها منخفضة هذا الأسبوع اعتهمت واشنطن عنصرا في الحرس الثوري يدعى شهرام بورصافي بالتخطيط لقتل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتن ووفق بورصافي على دفع 300 ألف دولار لقتل بولتن وعرض مليون دولار من أجل استهداف مايك مونفيريو وزير الخارجية السابق ولإيران سجل حافل في تنفيذ عمليات الاختيال والاختطاف واستهداف المصالح الأمريكية والغربية الأخرى حول العالم وبحسب معهد واشنطن ثمت 105 عمليات خارجية إيرانية تمتد على مدى 43 عاما منذ الثورة الإيرانية في عام 79 وتسعمائة وألف ومن بين 62 حالة استهدفت 23 عملية منشقين إيرانيين و28 حالة استهدفت يهودا أو إسرائيليين و20 حالة استهدفت دبلوماسيين و14 حالة استهدفت مصالح غربية و6 حالة استهدفت مصالح خارجية كل هذه الأحداث وقعت في جميع أنحاء العالم من بينها 18 مؤامرة جرت داخل أراضي الولايات المتحدة أول مؤامرة اغتيال إيرانية خارجية جرت في ولاية ماريلاند وهي نفس المنطقة التي تأمر فيها بورصافي لقتل جون بولتون وقادت الاستخبارات الإيرانية شبكة من العملاء استهدفت ضحايا آخرين في كندا والمملكة المتحدة ولدى الحكومة الأمريكية معلومات تؤكد مسؤولية إيران عما يقدر بخمسين جريمة هذه الجرائم هي لقتل معارضين السياسيين للنظام الإيراني وغيرهم في الخارج وعلى ما يبدو أن إيران ترى أن عملياتها الخارجية تشكل وسيلة فعالة من حيث التكلفة لحماية النظام الثوري في طهران كما تشكل هذه المؤامرات ردا معقولا من منظور إيران على مقتل قاسم سليماني ويبدو أن محاولة اغتيال جون بولتون ومايك منبويو تندرج في هذا الاتجاه فمن إجمال 105 مؤامرات إيرانية خارجية نفذت إيران 23 مؤامرة اغتيال منذ مقتل سليماني وستا من 23 أخرى وقعت في الولايات المتحدة